الكلام اللي بتكتبوه في الصباحة انا ازاي بجذب الشاب او بجذب المواطن انه هو يتبرع بالدم اهمية دقي لي وللغير ازاي بقوله ايه يعني بنقوله ايه هي اهمية التبرع بالدم ونعمل في الافلام الرسوم المتحركة بنشرح باختصار جدا اهمية التبرع بالدم ايه فوايد التبرع بالدم موانع التبرع بالدم كتير جدا كان من المتبرعين يقولوا احنا مش عايزين نتبرع علشان احنا خايفين ان ممكن يتنقلنا فيروس ولا حاجة من عملية التبرع رد عليه ازاي الرد بسيط جدا كل المستلزمات اللي بيتم استخدامها في عملية التبرع بتكون معقمة ولا تستخدم غير مرة واحدة حتى اربط الدم نفسها بتبقى محطوطة في كيس لوحدها بتتفكي قدام المتبرع وهو بنفسه بيشوف وهو بيتشكي ان السن هو اول واحد بيتشكي فيه كمان زيادة على كده بنوريهم ان هو فيه حاجات اطمئنان كتير قوي دلوقتي بقت حتى ايفن الشركات اللي بتصنع بتصنع القرب بتبقى حطها حاجة زي اسمها نيدل بروتكتور اول بنتهي عملية التبرع بمجرد ان حقيق حركت النيدل بروتكتور ده السن ده ما ينفعش يستخدم مرة تانية تمام جميع المستلزمات بتكون معقمة دي ما فيش حد بيتنقله اي فيروس نتيجة التبرع بالدم طيب مين اللي ما يتبرعش بدمه ناس كتير جدا فيه موانع كتير جدا للتبرع بالدم لان احنا برضه لازم بيهمنا صحة المتبرع قبل ما يهمنا صحة الكيس اللي احنا واخدينه من المتبرع تمام اول سبب يكون المتبرع يكون عنده مرض مزمن يعني يكون لقدر الله عنده مثلا فشل كلوي عنده لقدر الله فشل تلفوسي امراض قلبية مزمنة دول كلهم بيتمنعوا من التبرع بالدم مرضى السكر اللي هما بيبقوا واخدين العلاج بتاعهم على هاية الانسولين فقط الانسولين لان هو المريض السكر اللي هو بياخد العلاج بتاعه عبارة عن ادوية اقراس والسكر بتاعه بيبقى منتظم بيبقى فيش اي مشكلة اللي هو ممكن يتبرع بالدم مريض الضغط لو برضو بياخد ادوية والضغط بتاعه منتظم ممكن يتبرع بالدم بس المريض الضغط اللي هو الضغط بتاعه غير منتظم ده بيمنع تماما من التبرع بالدم تمام اللي راح لدكتور سنان وده بيتبقى حده مهمة قوي اللي راح لدكتور سنان عمل اي حاجة في اسنانه خلال اخر ست شهور بيستبعد تماما من عملية التبرع بالدم ست شهور اه يعني لو راح لدكتور السنان لحد ست شهور ما يعملش اي نوع من انه هاتي برابة ده بالضبط كبير اه طيب نتكلم شوي بقى